اهلا 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 ازايك وعملين ايه كله تمام اخبار البرد معاكو ايا جماعة كله عدس كيلو العدس في المجمعات الاستهلاكية 42 جنيه عدس اصفر نمرة واحد كله عدس العدس ده مخزن للزنك مخزن للزنك والزنك شيء عظيم لو كنتم تعلمون وغالبا المنتخب بتاعنا بياكل شربة عدس كويس منتخب بتاعنا بتاع كورة اليد يعني تسلم ايديهم ما ديبقى كورة اليد تسلم ايديهم فعلا مش اظهر هزموا وفازوا على المنتخب بتاع الولايات المتحدة الامريكية بفرق 19 هدف 35-16 ده كان في ختام ونفسات المجموعة السبعة في بطولة العالم لكورة اليد واللي بتصطدفها بولندا والسويد انتوا عارفين من البطولة السنية زي ما كنا بنتكلم من برح بتصطدفها بلدين كده بيختتم منتخب مصر مشواره في الدور الاول بست نقط وبالتالي بيحتل هذه الصدارة اما الولايات المتحدة الامريكية فضمن تأهله برصيد نقطتين طيبين دول احنا بتوعي الست نقط برضو 14 لاعب من منتخب مصر نجحوا في تسجيل الاهداف في شباك الولايات المتحدة طيب بينتقل منتخب مصر يا سادة للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لحسم البطاقتين المتأهلتين الى ربع النهائي وجب طبعا التنويه عن المطشق النهاردة ده شيء رائع وعظيم وجميل احنا قلنا بس ايه نفرح نفسنا بخبر لطيف الا انه لدينا اخبار شديدة الاهمية شديدة الاهمية على درجة عالية جدا يمكن يكون من اهمها اللي لم يكن اهمها على الاطلاق النهاردة هو القمة الثلاثية او اللقاء الثلاثي اللي جمع تلت زعماء في القاهرة واستلهاما من العنوين الصادرة تحديدا في جريدة الوطن وعنوانها الرئيسي بقى لهذه القمة هنا فلسطين من القاهرة ده حقيقي مصر استضافت الملك عبدالله الثاني ملك وعاهل الاردن مصر استضافت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن علشان يتم بحث تطورات القضية الفلسطينية فخامة الرئيس استقبل كلا الزعيمين وبدأ الرؤساء او الزعماء التلاتة القادة التلاتة يناقشوا الاوضاع الراهنة وبالتأكيد وصلوا الى مجموعة من هنسميها ايه مش هقولك الضمانات لكن اقدر اقولك انه وصلوا الى مجموعة من الافكار الرئيسية او المستقرات لو صح التعبير فيما يتعلق بالقضية قضية الصراع العربي الصوريوني طبعا مما لا شك فيه هو انه لا حل الا اقامة حل الدولتين وعلى حدود سبعة وستين على ان تكون القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين واكد القادة العرب مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة استمرار الجهد المشترك لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على اساس حل الدولتين زي ما كنا بنقول ومصر صحبة موقف واضح شديد الوضوح من 2014 من وقت تولي فخامة الرئيس الحكم بل وفي خطابه الاستهلالي في قصر القبة بالقاهرة رجل تولى مهامه كرئيس جمهورية في نفس اليوم اللي بيتولى فيها مهامه اكد على انه القدس الشرقية عاصمة فلسطين كل الحلول المطروحة من قبل جمهورية مصر العربية كعاصمة صنع القرار العربي وصاحبة القدرة الوحيدة على ايجاد الحل بالمناسبة كل الحب والتأدير للكل البلد الوحيد اللي يقدر اللي يقدر يشتغل على حلول البلد الوحيد اللي يقدر يشتغل على وقف لقدر الله اطلاق نار البلد الوحيد اللي يقدر يخلق مصالحة فلسطينية فلسطينية هو مصر البلد الوحيد اللي يقدر يوفق ما بين الجهود هو مصر اهلا وسهلا بكل العواصم من العين دي قبل العين دي وعلى الراس بس ما فيش حدها يعرف تحت اي ظرف ومهما كانت الامور في شكل تطورتها ان يحتل دور مصر كعاصمة القرار العربي الحلول اللي بتطرحها مصر هي حلول وفق القانون الدولي ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفق مبادرة السلام العربي بيشدد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني واحد وطبع الحق المشروعة تكاتف الجهود يا سادة تكاتف الجهود يا سادة علشان نقدر نلاقي افق سياسي حقيقي يعيد اطلاق مفاوضات جدة وفاعل الحل القادية الفلسطينية على اساس الحل المطروح حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي العالم لن يقبل سوى حل الدولتين استأذنكم نروح لفاصل ونرجع لكمل الكلام اهلا 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 بحضرك وتعالى بقى على ايه المم دايما انا اقول لك لا يخلو حديث ما بين اثنين الا وكان الحديث حول اسعار الاكل طيب من اكتر الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها مش سعر اللحمة الناس هتتكلم دايما على سعر الدواجن والبيض صح لانه في العموم ومن المفترض انه سعرها يبقى اهدى حبتين من سعر اللحوم الحمراء الطازجة وبخصوص البيض فمفترض جدلا كما اعتدنا وكما اعتادت البشرية بالمناسبة انه البيض هو مصدر جيد جدا وممتاز للبروتين بسعر مهاود وبالذات عشان العالي الزغنططين اولادنا الفترات السابقة او الاشهر السابقة لقينا انه اسعار الدواجن بتقفز بتطير تقفز مين دي ركبة الطيارة وقلعت سعر البيض بقى الحديث والشغل الشاغل بتاع كل الناس يا ترى طب البيض بكام وكأننا في بورصة طب البيض النهاردة بكام حاجات كده يعني طيب لقينا تقارير صحفية اصبحت بتنشر النهاردة بتقول دي تقارير صحفية بتقول اتحاد الدواجن يزف بشرة للمواطنين 35% انخفاضا في اسعار الفراخ والبيض خلال الايام المقبلة اسكت اطلاقا معانا على التليفون دكتور سروت الزني انا اسف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن دكتور سروت ازاي حضرتك يا فاند اهلا وسهلا انا فرحت لما لقيت تصريحات صحفية منسوبة عن اتحاد الدواجن تقول 35% خفاض في اسعار الفراخ لكن اكتأبت اول ما الدكتور عبدالعزيز قال لي استحالة ده يحصل دلوقتي بص حضرتك عشان بس نحط النوعة فوق الحروف قولي الاول لازم نعرف الاول ان الحمد لله عندنا صناعة دواجن استطاعت ان نتحقق الاكتفاء الزاتي على مدى عقود اكتر من 3 ا4 عقود من دواجن وبيض المنوط النهاردة بتنمية صناعة الدواجن وبيض المائدة والاتحاد العام لمنتج الدواجن حلو وده المسؤول النهاردة عن تنمية كل قطاعتها سواء قطاع من اول قطاع التسمين والبيض والامهات امهات التسمين امهات البيض والجدود كل القطاعات النهاردة موجودة على عرض مصر حقان اكتفاء ذاتي زي ما سعدتك قلت في البداية ان البروتين الدواجن وبيض المائدة يعتبر البروتين الارخص احنا غير سعداء خالص باتفاع اسعار الدواجن وبيض الى مستويات قياسية لكن طبعا احنا عارفين التحديات اللي بيعد بيها العالم كله ومصر جزء من العالم تحديات اعتقد غير مسبوقة كان فيه ضغط جبير جدا على الدولة المصرية في النقد الاجنبي العام المشارك في كل قطاعات الدواجن هو العلف يمثل من سبعين لخمسة وسبعين شمية حسب القطاع فالمؤثر يكون ان طبق البيض يكون بخمسين جنيه او اكتر او اقل ده المحرك له هو العلف ففعلا الاسعار فوق طاقة المستهلك لكن على مدى الشهور والاسابيع الماضية كان فيه ازمة بدأت في اولاق اكتوبر والحكومة تحركت بشكل كبير جدا رغم الدقوط كان فيه لقاء مع الوزير الزراعة ودولة وحيث الوزراء في 16 اكتوبر مع اتحاد منتج الدواجن وعلى الصور بدأ تدير كميات كبيرة من الدولة والسورية لكن الكميات ما يفعش فيها الحل الجزي احنا بنتكلم على مادة حية فلازم الكميات تكون متوفرة طول الوقت بكميات وافية ومفتدامة عشان المربي والمنتج اللي هو اساس العملية الامتاجية يستمر ويكتسب الثقة ويبقى عنده اطمئنان ان العلف متوفق وبأسعار جيدة في الحقيقة الافراضات ما كانتش بالكم فده اثر تأثير كبير جدا على كل قطاعات تسمين او بياد او اومات حتى الجدود كمان اتأثرت فهي الازمة الاصعب لكن نيجي النهاردة ازاي احنا فين والمتوقع ايه المتوقع النهاردة توازن الاصعار هيجي من ايه هيجي النهاردة من الانتاجية والاتحية فيه جزء من المربين يتأثر الفترة اللي جاية خرج من الانتاج اعتقد مع الافراضات المستثامة بتت الافراضات تزيد كان فيه شيء سلبي حصل في الموضوع وهو اني النهاردة مافيا المستوردين والتجار الدولة جات على نفسها ووفرت لهم النقل الاجنبي بالسعر الاسم ولأسف كان فيه مبالغة كبيرة جدا في بيع الدرة والصورية للمربين والمصانع حصل تجاوزت اربع خمسة جنيه في تن الدرة وتجاوزت عشر اتناشر الف جنيه في تن السورية يمكن احنا كالتحاج من تجي الدواجن رفعنا تفصية للحكومة انها لاجم تتدخل عشان يحصل نوع من الضبط للسوق النهاردة مجرد من الدولة النهاردة تتدخل وتستورد جزء من الترة والصورية وتوزحهم مباشرة هتضرب مافيا التجار ومافيا الاستغلال وحضرتك للمرة التانية استخدمت المصطلح مافيا المستوردين والتجار ده معناها ان حضرتك مصر على انه بيحصل استغلال للازمة اكيد 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 وحقولي ساعتك برضو كمان وحلها الوحيد من وجهة نظر حضرتك كنائب رئيس اتحاد منتجين انه لازم الدولة تتدخل بقالية الرقابة من ناحية وقالية توزيع الحصص من ناحية وفعلا 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 حصل عشان حسن بحدش يطلع لنا يقول لنا جماعة كفية تدخلات الدولة والله يعني روحت بصراحة تخنق كمي يا دكتور كمي يا فنن لا يا فنن التدخل انا بقولش الدولة تدخل تعمل مشروع لا انا فاهم انا فاهم اصدح حضرتك احنا في ظروف الدولة هتخش كمنظم للعملية ريجيوليتر زي ما بيتقال بالضبط كده ساعتك احنا في ظروف استثنائية والنقل الاجنبي النهاردة غالي دخول الدولة النهاردة وده فعلا حصل يعني فيه منقصة عاملها الدولة يوم الخميس القادم استراد شحنة كبيرة جدا من الدرة وده حيدن توزحها من خلال اتحاد منتج الدواجن على المصانع والمزارع مباشرة واعتقد بمجرد دخول الدولة هيحصل تراجع في اسعار الدواجن واسعار البيت طيب نتوقع نتوقع انت يا دكتور سروة ان السعر يقل يعني احنا كناس ارباب اسر زي ما بيتقال بننتظر اصبحنا بنتعامل مع الدواجن وبيض المائدة وكأنه دهب يعني بورصة يا طرى النهاردة بكام تمام اللي حصل اللي احنا فيه النهاردة ده ده اللي حصل الاسعار الموجودة النهاردة ده نتيجة انه هده الفترات الاسابيع الماضية وارتفاع الاسعار العلف ونقص في الكميات لكن مع توفر الكميات وتوافر الاعلاف واعتقد تدخل الدولة في اسعار الدولة والسورية بالسعر التكلفة حلو حينعكس على اسعار الاعلاف امتى بقى اقولي ساعدتك فيه تصريح ساعدتك ركبت الوقت عن اتحاد منتج الدواجن ايه التصريح ده بس عايز اعمله تصحيح انه فيه تلاتين خمسة وثلاتين في المية مش نزول في اسعار الدواجن ساعد عالي ولكن التصريح كان نزول لو النهاردة الدولة رجعت تدن السورية النهاردة للتابن الطريق بتاعه العشرين اتنين وعشرين تتة وعشرين الف جنيه وتدر وتدن السورية لو عشر اتنشر الف جنيه وتدن العلف في المجمل يرجع من واحد وعشرين لتلاتاشر اربعتاشر ارسي جنيه في اعتبر خمسة وثلاتين في المية من خفض التكلفة العلف وبالتالي حتنعكس النهاردة على تكلفة الدواجن مع دخول مرابين جداد النهاردة في العملية والجوع المرابين مرة اخرى للانتاج اعتقد حيبقى النهاردة فيه عرض كبير وهيحصل تراجع في الاصحام فتدخل الدولة النهاردة هيعمل تراجع كبير جدا وبدأت الدولة النهاردة مجرد ما الدولة اعلنت ان فيه منقصة لتوريد الدولة السفرة تراجعت الدولة النهاردة 1000 جنيه وتراجعت السوية 2000 جنيه مجرد اعلان الدولة فقط ما بالك ساعتك لما تيجي النهاردة ما هو بالمعادلة دي يا دكتور سروت لو انه نزل ساعة او نزلت خمسة وثلاثين في المية وفي نفس الوقت احنا بنقول انه هو المكون ده من حجم الصناعة سبعين في المية من التكلفة ده معناها ان المنتج النهائي ينزل خمسة وعشرين في المية تقريبا مسبوك كلام طيب علشان ينزل خمسة وعشرين في المية بس محتاجة محتاجة تاين فاكتور بقى هنا محتاجة وقت نرد الدورة دورة 35 40 يوم مع العلف واسعار العلف الجديدة تبدأ تظهر الاسعار في 35 40 يوم بعد نزول اسعار العلف لكن كل الدواج اللي موجودة النهاردة للأسف باسعار العلف المبالغ فيها اللي عايز النهاردة سعدتك كدور وطني مهم جدا للإعلام احنا كمنتجين النهاردة احنا عندنا صناعة وطنية استطاعت اكتفاق الذاتي لازم نحافظ عليها احنا في ظروف الحرب اعتقد كان فيه توجهات واضحة من القيادة السياسية ممكن مع أزمة كورونا اني لازم توطين الصناعات الوطنية الموضوع ده مهم جدا احنا 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 يهمنا عموما كلنا كمصريين بشكل عام او اعلام وصحافة بشكل خاص ان احنا نحافظ على هذه الصناعة صناعة الدواج اي صناعة متعلقة بالامن الغذائي المصري اكيد لها اولوية مفيش خلاف ويهمنا انه حضراتكم تكملوا شغل وتكسبوا محدش بيقول انكم تشتغلوا من غير مكسب ويهمنا جدا 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 ان الناس تلاقي المنتج بسعر معقول فاحنا يعني هنشتغل ادنا في ادن بعض اذا نحن وصححني تاني يا دكتور احنا في انتظار اربعين يوم من النهاردة صح كده ان شاء الله مع دخول الاعلاف النهاردة ومع دخول الدولة النهاردة في توفير الدولة والسورية بالاسعار الاسمية ان شاء الله في ترجمة في اسعار الاعلاف ان شاء الله في زيادة في الانتاج وبالتالي النهاردة المعروض حيزيد والاسعار هتنزل وفق ان الجميع لما فيه خير البلاد والعباد صناعة عندنا صناعة قوية جدا طبعا وياما تعرضت لازمات يمكن هي دي الازمة الاشد لكن ان شاء الله اعتقد هنعدي منها احنا كنا بنصدر قبل 2006 لأكتر من 11 12 دولة دواجة النهاردة بدأنا نصدر سنة 81 وحدك بقى تتذكرك 81 او 82 ما كانش فيه فرخة في مصر وكانت الفراخ بتتجب الوسطى والله النهاردة ساعدتك عندنا كل حلقات الدواجن الجدود موجودة في مصر الامهات موجودة في مصر معامل تفريش احنا خلي بس ساعدتك فيه نقطة مهمة احنا عندنا تزايد فيه العدد السكاني طبعا احنا في السنة احنا مطلوب منها في 20 30 2 مليار و200 مليون دجاجة البنية التحتية موجودة المواد البشرية موجودة انتاجنا النهاردة 14 مليار بيضة مطلوب مننا النهاردة 20 مليار بيضة في 20 30 فان شاء الله اصنع باعتنا وعدة كسيفة الامالة وفيه نقطة كمان اصنع عليها بعد اجتماعي اكتر من 25% من سرار المربين موجودين في الزيف النهاردة فيه بيوت ومن عازل تعتبر فرصة عمل بتربي النهاردة هي فرص عمل من ناحية وهو امن غزائي وبالتالي الامن الغزائي في بلاد زي بلادنا ده امن قومي لا مساس بي بالمناسبة انا شكرك جدا دكتور سروت شكرا على وقت حضرتك وشكرا على هذا الطرح والطمقنة باذن الله سبحانه وتعالى كل شكرا لدكتور سروت الزني نائب رئيس اتحاد منتجي الدوجين خلونا نروح لوزارة التموين بالمناسبة لانه عندهم خبر مهم جدا الا وهو طرح العيش الحر لغير حامل البطاقات التموينية والصرف من المخابز البلدي في المحافظات على مستوى الجمهورية وطرق الحصول على الكارت المشحول لاستلام الخبز الدولة طيب خلونا ناخد معانا شوز عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز زاكي حاج عبدالله زاكي معا الباشر عامل ايه يا حبيبنا واضل وعدل والله باشر الحمد لله ايه موضوع طرح العيش الحر اللي غير حامل البطاقات ده اشرح لنا بعد ده يدن حياتك الله يعني على الطرق الدميل اللي استعادتك اخوك الصغار حولا موضوع الدواجي وانا برضو هاخد من بعض العبارات اللي استعادتك وتطريحها اللي وقت عشان برضو يعني ايه ما تواصل في موضوع عن الحال معليك النهاردة احنا تقدمنا للوزارة من شهر يوليو الماض بهذا المشروع على اعتبار اللي ان احنا عندنا تلاتين الف مهبز على مستوى جمهورية الدولة والوزارة بتترك عليهم صحيا ورقابيا و بتديهم حصص كاملونية وفي منزومة شغالة يعني الالكترونية يعني ودي المنظومة الوحيدة انت اللي بدأت بفكر الفكر الالكتروني من بدا المانع النعمة بالنسبة للزغيط الحر اللي انت عهدتين للمخابز السياحية و رئيس اللزارة مشكورا دولة رئيس اللزارة اقار انها لزغيط العيش وزنه خمسة سبعين جرام بجمية واداهم ديه بعشر ثلاث وثمسون جديد طبعا سعدتك عارف اللي دي صعوبا وهضوطا بالاسعار وغير سعر الدولار وهو الاخلص فبدأت الحملية ترتفع وليس يعني احنا ما بنشككش زمن بحد ولا بنقول اي حاجة لكن قلنا زيما سعدتك كده هيمان في الدولة وان الدولة هذه هي يعني درجة بنعيش طبعا انا بخدم على سبعين مليون مواطن بديهم معاهم اللي هو بطاقة ازاع طب ما انا عندي تلاتين مليون مواطن ثاني ولا خمسة وثلاثين مليون مواطن ثاني نحتاجين برضو هزي الخدمة ايه فقط احنا ان الثلاثين الف مخبز على المساعد المراد ولا يشاركوا في نفس الغيف اللي كان خمسة سبعين جراب احنا على استعداد بنتلع للمواطن اللي هو بدي المدعم بواجه لتسعين جراب يبدأ فيه فرق من خمسة وسبعين لتسعين جراب هنا السعر الجنيه لا ممكن السعر يعني اقل من ذلك بتلاتين في المية ويبدأ يعني الفرق ده مش هياخده صاحب المخبز لكن الفرق ده تاخده الدولة من خلال انه بطلع بطاقات السر من مكاتب البريد وقيمة الكروت اللي هي نصوتها البريد يحول على سلعة تامنية وتحكبنا عليها انا كصاحب مخبز بنفس التكلفة اللي ماشي بيها في العيش المدعم نمرة اتنين العدد الارغفة اللي انا انسجته وطلعته مسلمته من خلال هذه البطاقات بتبتدي في الدين الدقيق بتاع اتعوض يقول لي كديق تاني عشان تستمر لعملية الانتاج فهنا المواطن هيبتدي يعقد يشتري كارت من البريد ونفس لذارية الكارت بتاع المحمول ان هو يشتري وطق يعني احتاجات كارت بعشرة بعشرين بخمسين بمية على قدر استخدامه للعيش هنا ده موجود معاصل كارت بروح المقدس بقول دينا ويخصم علي من جوه الرصيد مثلا على كل رغيف سبعين خمسة وسبعين قرش يعني في الحدود بيك اه قول تمانين يا سيد قالوه حج عبدالله قولك حتى لو تمانين ماشي حج عبدالله مش دي قصة طيب هل هل الالية دي تم الاتفاق عليها خلاص مع الحكومة مع وزارة التموين واذا تم الاتفاق هتبدأ من امتى هو تم الاتفاق بمشكل وساعدت اتتم الاتفاق بيننا وبين الوزارة وعملنا تجارب على ذات وجاهزنا من اللي هو هممش عدين اللي هي استفاد من نظامه وخلال ايام بسيطة نكون في تواصل مع مهاج وزير اليوم وغال ان شاء الله يعني خلال ايام ايضا يعني على يوم السبت القادم او حاجة في اتماع يضم طبعا الشعبة مع هي البريد مع الناس اللي هي مسؤولة عن النظام اللي هي البر ومجموعة طبعا للوزارة وحنحط يعني النقاط النهائية لهذا الموضوع يا ميسر يا ميسر الاحوال يا ميسر الاحوال يا مساهل اشكرك يا حاجة عبدالله وربنا يا رب بإذن الله يعدي الازم على خير كل حاجة بتعدي بإذن ربنا سبحانه وتعالى كل الشكر لحاجة عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة المخابز طيب فاصل ونكمل الكلام موسيقى الازمات بتعلمنا حاجات كتير بتفتع عينينا على حاجات ما كناش شايفينها من الأول زي العصفة بعد ما بتمر بتخلينا نتأمل البحر ونبص فيه نشوف سين لما نعرفش ما تقلق محلو كلام الحلو بقلوب السيم قبل حكمة ضمير طبعا الأجيال الجديدة بالنسبة لهم أنه فتن حمامة يبقى ضمير قبل حكمة الأجيال بتاعتنا تاريخ طويل جدا لسيدة الشاشة العربية من أهم الأفلام في وجهة نظر المتوضع جدا أفواه وأرانب وطبعا أريدوا حل بس أفواه وأرانب ده لأنه تركيبة تبدو مختلفة على فتن حمامة مش علشان لأول أنها قامت بدور رفاق طبعا في دعاء الكراوان كانت أئمة بدور فتاة صعيدية من قلب قلب نجوع الصعيد هي المسألة فأفواه وأرانب تحديدا فتن حمامة كانت متقلقة وشديدة الاختلاف إلا أنه لازم يبقى فيه سؤال فتن حمامة في وسط جيل مهم جدا من النجمات والممثلات استطاعت النهية توجد لنفسها مكانة مختلفة بل شديدة الاختلاف السؤال هو ليه خلوني أروح أولا وأرحب بمؤرخنا الفني الكبير سيد محمد شوقي زي الصحة منورنا حبيبي أستاذ يوسف مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل السادة المشاهدين مساء النور وإحنا بنتكلم عن فتن حمامة فأنا حتى ذكرت أنه أفواه وأرانب ده علامة فارقة في تاريخ سيدة الشاشة العربية وأنه مختلف حتى عن أدوارها الريفية اللي سبق قدمتها سواء إذا كان في دعاء الكروان أو غيره فأفواه وأرانب فاتن حمامة تألقت واختلفت صح أو أنا غلطان طبعا يا أستاذ يوسف سيدة فاتن حمامة هي سيدة الأدوار المختلفة وخاصة أدوارها في السبعينيات كانت أدوار مختلفة وأدوار بتناطر وتساند قضايا المرأة زي إمبراطورية ميم وأريده حلا وأفواه وأرانب هذا الفيلم اللي كان بيناقش الانفجار السكاني في وقته وحصلت فيه على شهادة تقدير من الضعيم محمد أنور السادات لأن الفيلم لقى صدى كبير جدا في الرأي العام وده كتجربة جديدة أن فاتن حمامة تعمل دور بالشكل ده لأنه كان جديد قوي أنها تتغلغل في الأضايا الانفجار السكاني بالشكل ده ما كانش نفس حتى تناولها في السلامة المقصية التناول المباشر وطبعا كان نجاح مدوي الفيلم ظل تتعتاشر أسبوع يا أستاذ يوسف في دور العرض يعني تتعتاشر أسبوع فيلم اجتماعي ما هواش فيلم أكشن أو كوميدي بالضبط مش فيلم مش فيلم تجاري زي ما بيت قال بالضبط وطبعا دي لقين فاتن حمامة كانت بتعرف كويس قوي الجمهور جمهور عايزي وكيفية كانت تعاو حتى أنه كانت في الفيلم كان بتراع جدا أنها تكون تلقائية حتى فيه ارتداء ملابسها لدرجة أنها كلمت الفنانة يا رجاء حسين في الفيلم وقعت لها ما ينفعش الملابس دي ما تناسبش دورك أنت ست عندك أولاد كتير وطبعا ملابسك هتبقى بالية وبالفعل غيرت غيرت ملابس حسين عشان تناسب دورها لأنك بتبص للممثل اللي قدامه يا أستاذ يوسف بتبص للممثل اللي قدامها لازم يكون هما مهيق للدور عشان يخدم الدور ويخدم في الفيلم طيب ده بيخليني أروح للسؤال اللي أنا كنت بطرحه ليه فاتن حمامة قدرت أنها تحتل مكانة مختلفة تماما عن جيلها كل من النجمات بالرغم أنه هما كانوا جيل كبير وعظيم ومهم ومبدع بس هي كان لها مكانة معينة من بداية فاتن حمامة كانت فاتن حمامة عندها حضور وكارثمة كبيرة جدا إلى جيل ما وصلتها ووجهها البريء كان أصدق الوجوه أصدق الوجوه وأقربهم لدى المشاهد الجمهور اعتبرها فرد من أفراد الأسرة المصرية على مختلف العقود وفاتن حمامة احترمت جمهورها جدا واحتمت واخترمت عقلية جمهورها فقدمت أفلام مختلفة ما قدمتش التيما تابع التجاري أو متطلبات السوق لا قدرت تقدم الأدوار المختلفة وقدرت تعمل الروايات الأدبية لكبار الأدباء والكتاب وقدرت تغير من جلدها من مخرج لمخرج من جيل لجيل عشان كده فاتن حمامة قدرت أنها تكون زي ما كان يطلق عليها ألفة الألفة بتاعت جيلها أو بنات جيلها وبالفعل قائمة أفلام فاتن حمامة قائمة مليئة بالأعمال الكلاسيكية الهمة في تاريخ السينما المصري اللي برضو يدعو للإعجاب وليس الاستعجاب أنه فاتن حمامة فضلت طول الوقت متربعة على عرش العمل يعني لآخر أعمالها هي الاسم اللي بيه العمل يتباع وده بدلق دليل قاطع على أن فاتن حمامة كانت حريصة على صورتها تفضل هي النجمة الكبيرة اللي بتأجي الأدوار المهمة في جميع أفلامها وأنا عايز أول حاجة مهمة جدا يا أستاذ يوسف لو تسمح لي طبعا الفنانة الكبيرة فاتن حمامة كانت من أكثر الفنانات في تاريخ السينما المصرية اللي قدمت نجوم كوجوه جديدة أصبحوا فيما بعد نجوم وعلامات كبيرة أو في تاريخنا السينماية يعني من الآن إلى الآخر يعني دايماً بيصار أن السيدة فاتن حمامة كانت ضد مثلاً جوجوه جديدة يكونوا معها في المثلثة الأول فيلم ده منافياً للواقع بصفة قطعية جداً يا أستاذ يوسف والتاريخ بيقول والتاريخ بيقول اللي أنا بقوله حضرتك ده يا أستاذ يوسف بالتاريخ يعني لو بدأنا نقول أن فاتن حمامة في فيلم من بطولة مطلقة في فيلم اسمه المليونيرة الصغيرة سنة 49 كان أول بطولة لرشد أبازا وهي كانت نجمة كبيرة في ذلك الوقت أول واحد وعمر الشريف هذا النجم الكبير كان وجه جديد وقتها في فيلم سراع في الوادي لولا مواسقة وفي مواسقة فاتن حمامة كانت مرهونة ببطولة عمر الشريف للفيلم وبالفعل نجح عمر الشريف وأصبح فيما بعد النجم المصر العالمي حتى أن عبد الحليم حافظ وأحمد رمزي يا أستاذ يوسف في فيلم أيامنا الحلوة كانوا أول ظهور لهم في هذا الفيلم كان بطولة فاتن حمامة يعني والنجم الكبير محمود يسين في فيلم الخطة رفيع أول بطولة لمحمود يسين مطلقة وأمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وكانت لست عائدة إلى مصر في ذلك الوقت ويعني فاتن حمامة قدت فرص لنجوم تيبار جداً أثناء رغيبة حتى الجيل الجديد فيما بعد الجيل اللي بعد كده حنشوف في فيلم أفاه أراني مجموعة أفلام مجموعة وجوه جديدة منهم كان محسن محي الدين وأحمد سلامة ومحمد عبدالواحد مجموعة شباب وإيناسة وإمبراطورية نيم كان هشام سليم النجم الكبير هشام سليم الله يرحمه يا رب الله يرحمه يا رب الله يرحمه أنا كنت أحبه قوي قوي يعني ده ده قدمت هشام سليم قدمت خلد أبو النجا سينير خلد أبو النجا الكبير قدمت حياة أنديل ليلة حمادة يعني عملت مجموعة وأخيرا قدمت في مسلسل وجه الأمر النجم نيل كريم وغاد عادل وأحمد الفيش صحيح صحيح وده كان هذا مسلسل كان انطلاقة كبيرة لهؤلاء النجوم فيما بعد أطبحوا نجوم اتبار وبيحملوا أسماء أفلام كبيرة ومسلسلات كبيرة يعني حتى عبلة كامل يعني النجمة الكبيرة النجمة الاستثنائية عبلة كامل قدمتها في فيلم يوم مره يوم حل ثم في مسلسل ضمير قبل حكمة وكي بتعتز جدا بعبلة كامل ويعني نجوم كتير جدا حنقول مين ولا مين يا أستاذ يوسف عكس ما يشاع عن هذه السيدة العظيمة اللي بقي بشاع من الأولى الأخيرة إناك هم بتوقف ضد الفناندة أو الفناندة اطلاقا هي كانت خريطة كل الحرص على صورة العمل ككل من خلال القصة اللي معها صحيح وده لصالح القصة والأيام والتاريخ ثبت إن فعلا أعمالها الفنية سواء من مسلسلات أو أفلام هي الأعمال الخالدة والكلاتيكية في تاريخ الفن بصفة عامة صحيح أنا مشكورك جدا 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 أستاذ محمد شوقي المؤرخ الفني الكبير والمعروف خلوني أروح للفاصل ويا سلام سلم لو خدنا لنا عشر دقيق كمان يا سلام سلم يا سلام عليك يا زيمة أو الله إحنا عايزين نتكلم يا جماعة على حاجة مهمة جدا هي المسألة بتاعة مجموعات الدعم اللي هتعملها وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم أنا تجمعها إحنا عايزين نخفف عن كاهل أولياء الأمور فهنعمل مجموعات دعم تحت إشراف الوزارة هل هي دي الحل للدروس الخصوصية ولا مش دي الحل فاصل وهنكمل الكلام ولكن مع دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة استنونا أهلا 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 بقى حضرات تعالوا ناخد مناهج البحث كده علشان نبقى نحن نحل شيء ما الأول نعرف المشكلة اتنين نصنف المشكلة تلات أصل المشكلة أربع أوجه الحل وصولا إلى الخلاصات تعالوا نروح لدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي في كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة إزايك يا دكتور؟ عامل إيه؟ أهلا بحضر بكل السادة المشاهدين أهلا بحضر بمناهج البحث كده دلوقتي إحنا عندنا أزمة كبيرة اسمها دروس الخصوصية وبتتسبب في عبء مالي ضخم جدا على أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم قالوا طب إحنا هنبدأ نشتغل على حل ولو جزء من المشكلة ألا وهي مجمعات الدعم اللي تبدأ تشتغل من بداية الترم التاني السؤال هي المشكلة فين؟ المشكلة في أن العالم تاخد دروس ولا أن العالم ما بتشرح لهاش صح أو ما بتشرح لهاش كفاية المشكلة تبدأ من الكثافة العددية ولا في كفاءة المدرس ولا بقى إحنا أولادنا ما عندهمش قدرات إدراكية سليمة ليه بناخد دروس؟ هو أولا أنا بحيي حضرتك على التوصيف الدقيق ده حضرتك لمست كتير جدا من جوانب مشكلة الدروس الخصوصية مشكلة الدروس الخصوصية لا تتعلق فقط بوجود كسافات عالية في الفصول وإن كانت هذه هي أحد الأسباب المهمة ولا تتعلق أيضا فقط بثقافة أولياء الأمور أنهم التنافسية الشديدة ومفهوم كليات القمة إلى آخره يعني الأسباب الحقيقة كتيرة جدا لكن حضرتك أشرت لسبب مهم جدا جدا ورئيسي ويمكن هو ده السبب اللي هيخلي الدروس الخصوصية تستمر معنا الفترة أطول المسألة المتعلقة بكفاءة المعلم فيه تفاوت كبير ما بين السادة المعلمين فيه المستوى والقدرة على توصيل المعلومة للطالب وبالتالي حتى لو قللنا الكسافات وحتى لو اتخذنا بنينا الكثير من المدارس الكسافة العددية في الفصول بقت قليلة إلا أنه يبقى عندنا السبب الرئيسي والجوهري وأن فيه تفاوت كبير بين مستويات المعلمين مش في المادة العلمية ممكن يكون التفاوت في إتقانهم للمادة العلمية بسيط قدراته لكن توصيل المعلومة للطالب دي أهم نقطة وهي دي اللي الطالب بيسعى أنه هو يلطحك بالدروس الخصصية عشان يحصل عليها كيفية فهم الطالب للمعلومة قبل ما ناس تقول لنا لأ هي متعلقة بالكسافة يا فندم فيه ناس بتدي دروس في قاعد سينما بيأجر قاعد سيمة يدي فيها درس إرمي الإبرة ترين وبعدين عنده قدرة على الشرح وإيصال المعلومة فالقصة مش في الكسافة وبس عشان الناس ما تقولش لا أصلا لو بس ادينه فرصته عارف لو بيدرس لعشرين هتلاقي نبرة واحد لا بالزبط فإذا هي المشكلة مش في الكسافة فعلا زي ما حداك قلت أو الكسافة مش هي السبب الرئيسي والأساسي وإنما السبب الرئيسي والأساسي أن المعلم ده بيدي للطالب إيه لو قلنا أن الطالب بيسعى للمعرفة والتعلم بعض المعلمين بيكون عندهم القدرة على أنه يعلم الطالب أو يوصله المعلومة بطريقة مميزة عن بقية زملائه في نقطة تانية الطالب مش بيروح بس الدروس الخصوصية عشان يتعلم لا فيه ساعات بيروح الدروس الخصوصية علشان يعرف استراتيجيات معينة تساعده على أنه يجيب الدرجة النهائية في المد ممكن يكون مستوى ضعيف جدا في المادة وما تعلمش تعلم حقيقي للمحتوى اللي المعلم ده بيدرسه ولكن عرف إزاي لما يدخل اللجنة يعرف يجمع درجات فدي توجهات الطلاب ليه بيروحوا الدروس الخصوصية بيروحوا عشان كده فإذا وزارة التربية والتعليم دلوقتي لما بتعمل مجموعات الدعم هي بتعملها يعني وفقا لتفضلات الطلاب المفروض أن احنا هنجيب المعلمين اللي الطلاب بيفضلوهم وبيحبزوهم يعني وهم دول اللي هيدرسوا في مجموعات الدعم دي مش مدرس الفصل اللي هو قريدي أساسا بيدرس للطالب في المدرسة فهنا عملية انتقاء المعلمين هتبقى المفروض أن هي نابعة من الطلاب علشان الطالب يختار المعلم اللي هو كان بيروح له الدروس الخصوصية هيختاره وهنجيبه له احنا في المدرسة فدي نقطة مهمة ويعني نقطة جوهرية الحقيقة يعني المزارة هتجيب المدرسة مثلا ايه وحش الفيزياء الاستاذ فلان الفلاني هيجيبه يدي الدرسة في المدرسة بالظبط ولا هيجيبه حد من مدرسين المدرسة لا احنا ما عملناش حاجة هي الفكرة في ايه طالب بيفضل هذا المعلم ولو حضرتك ما جبتش هذا المعلم وجبت معلم غيره في المدرسة هو مش هيحضر في المدرسة انا مش هتكبره وهيروح برضو للمعلم اللي هو بيفضل وفيبقى الافضل ان احنا بنجيب له المعلم اللي هو بيفضل بس هنا في فرق بقى يعني الطالب لما بيروح للمعلم في الدرس الخصوصية في وضع الحالي المحتوى اللي بيدرسه الطالب يمكن على الهامش كده بياخد حاجات غير مقبولة ومرفوضة من قبل المجتمع يعني بتدس من قبل البعض يعني طبعا مش بنعمم يعني الدرس الخصوصية بتحل لنا الحياة مشكلة كبيرة لكن في بعض المعلمين ممكن على هامش المحتوى اللي بيدرسه للطالب يبص بعض الأفكار يسمى بأفكار الأولى فما فيش سيطرة على المحتوى دي مش مؤسسة تعليمية أصلا بالضبط يا فندم فوزارة التعليم هنا مش بتسيطر على المحتوى اللي بيقدم للطالب وأيضا على الطريقة التي يقدم بها هذا المحتوى يمكن تبعنا على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة طرق مبتزلة وغير مقبولة في توصيل المعلومة للطالب زي ايه؟ في الدروس الخصوصية يعني فيديوهات كانت بتنتشر المعلمين اللي بيمتهنوا أو اللي بيحترفوا الدروس الخصوصية كانوا بيقدموا المحتوى يعني بطريقة يعني تتنافى مع تقدرنا وتقدسنا للعلم والعلماء ولا تختلف عن الطرق التقليدية يعني لو مدرس هيشرح لي الفيزياء بالغنى بس هفهم أنا ما عنديش كهنا ما هو حضرتك فيه غناء المجتمع بيقبله وفيه طريقة حتى المجتمع بيقبلها وفيه طريقة يعني بيطلقى استهجان من المجتمع نفسه يعني يمكن الفيديوهات اللي انتشرت دي كانت غير مقبولة من غالبية المجتمع يعني هو ده سؤال يا دكتور وانت رجل بتاع التربية بقى هي المشكلة في أن الطريقة غير تقليدية؟ ولا أنه هناك طرق تتنافى مع الأخلاق؟ بس زبط يا فاندي لو فيه تنافي مع الأخلاق ماشي أصلا لحظت أنه الناس انتقدت معلم بيشرح عن طريق الغنى طب وفيه الأزمة يعني أنا مش ريف أنه فيه أزمة مش كل غنى أو مش كل يعني الطريقة الطريقة نفسها لازم يبقى فيه تقديس واحترام للعلم وإجلال للعلم علشان الطالب بيتعلم حاجات مقصودة اللي هو المحتوى اللي المعلم بيدرسه وحاجات غير مقصودة اللي هي الظروف المصاحبة لعملية التعلم نفسها وطريقة كلام المعلم وطريقة شرحه ومن هنا بيكتسب احترام العلم وتقديسه أو امتهان العلم يعني إحنا بندله رسائل وإحنا بنشرح له المحتوى بندله رسائل إن العلم ده حاجة مهمة وحاجة عظيمة أو حاجة كده يعني زي أغاني المهرجانات بقى يعني فهي مسألة تفضلات المجتمع إيه أو منظومة القيم اللي في المجتمع المجتمع يعني ملتزم بيها المفروض إن العملية التعليمية بتدعم هذه المنظومة منظومة القيم دي مش بتهده إحنا لسه خلافنا أو اختلافنا في وجهة النظر واضح هي المشكلة في المنظومة القيمية ولا المشكلة في الطريقة إنها مختلفة عن ما هو متعرف عليه أنا معرفش أو أنا ما شفتش ولا فيديو عنده مشكلة قيمية يجوز حضرتك شفت فلو شفت قولي لكن أنا ما شفتش ولا فيديو في مشكلة قيمية هي واضح جدا إنه طريقة شديدة لاختلاف وكأنه القديم يحارب الحديث على سبيل المثال عمل بالضبط كده زي ما فيه جيل كبير جدا من الملحنين وصناع الموسيقى راحهم حاربين حميد الشاعري وطرق مذكور وهكذا ليه؟ موسيقى جديدة دي كل القصة معلم بيعلم عن طريق الموسيقى أنا ما عنديش مشكلة عن طريق مشاهد تمثلية ما عنديش مشكلة لأنا طبعا ده 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 طرق تدريس متامدة مدرس التاريخ هيلبس أزياء فرعونية وإسلامية ومملكية وعثمانية ما عنديش مشكلة أنا لاحظت إنه كتير جدا من الأراءة على صفحات التواصل هو بيهاجم المعلم علشان لابس كده أو بيهاجم المعلم علشان بيغني معاه وفيه البعض يجي يقول لك لا بأصل كده الولاد هتحفظ مش هتفهم بالضبط ده اللي أنا عايز أأكد عليه بقى هي الطريقة دي بقى أستاذ يوسف مشكلتها في إيه قل لي فيه ده 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 أيوة أيوة ما هي كده ما هي لا تدعم الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وإنما التحفيز فقط حفظ أنا لما يبقى الموضوع كله إقاعي كده أنا هنا بركز على مش بخاطب العقل العلم بيخاطب العقل مش بيخاطب الوجدان يعني هنا احنا اشتغلنا بقى على إن احنا عايزين نحفظه ونسمع له اللي حفظه ده مش يفهمه ويطبقه والحاجات دي بتبقى عايزة يعني عمق في التناول وعمق في الفهم وعمق في التفسير إلى آخره فطرق التدريس دي زي ما حد تفضلت كده وأشرت بالظبط يا مشكلتها أن هي بتركز بترجعنا الوراء تاني يعني احنا عايزين نتجاوز مرحلة الحافظ فهموا العيال ما تحفظوهم بالظبط يا فندي فهي طرق التدريس دي تربويا حتى غير مقبولة لأن هي بترجعنا لنقطة الصفر تاني اللي احنا حبين أن احنا نتجاوزها حبين أن احنا نطلع لمستويات معرفية أعلى عايزين نوصل للفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم أنت بتوقفنا تاني في الدروس الخصوصية عند الحفظ وبتركز لنا قوي على موضوع أن أنا أدخل أجيب درجات من الامتحاني إزاي ولذلك هي المشاكل اللي بتحصل والرفض من بعض الطلاب وأولياء الأمور للتطوير اللي بيحصل في عملية التعليم لأن فيه تناقض بين اللي بيحصل في المدرسة المدرسة بتدرس لك عشان تفهم وتفسر وتحلل إلى آخره والدرس الدروس الخصوصية بتدرس لك بطريقة احفظ وسامع برضو وتدخل تجيب درجات إزاي فالطالب مش عارف يوفق ما بين ده وما بين ده فهنا بيحصل التضارب وبتحصل المشكلات وبيحصل الرافض رافض لللي بيحصل في المدرسة لأنه وجدانيا متوحد مع المعلم اللي بيدي له دروس خصوصية ومقتنع بقراءه وبفكره بطريقته في التدريس طيب الكلام بيجيب كلام زي ما بيتقال يمكن احنا نروح دلوقتي للفاصل هرجع بعض الفاصل إذا كان التوجه هنا أنا هذهب للمعلمين المشاهير في أسواق الدروس الخصوصية إذا صح التعبير وهم بيقوموا بطريقة ما بتخلي الطالب يعرف يخش الامتحان يجيب درجات لكن هو عمليا هيخرج من بعد الامتحان يشفهم حاجة طب أنا كده عمليا أنا معالكتش أصلا مشكلة أنا ممكن أكون ادي الدرس بسعر أخف حبتين خفف على ولية الأمر لكن العيل ما تعلمش فالحل إيه بقى؟ فاصل ونكمل الكلام طيب خلونا نجدد رحيب مرة تانية بدكتور عاصم حجازي ونحن نتحدث عن الدروس لو أنا أصححني أو خلينا نتناقش لو أنا جايب أو هاعتمد على المدرس المشهور اللي هو طبقا لللي حضلك شرحته لي في الأول في أغلب الأحوال مش هقول كله في أغلب الأحوال معتمد على إنه بيعلم الولاد يفكوا طلاصم كراسة الأسئلة فيجمع الدرجات طب وكده الولاد هيجيب درجات كبيرة بس هيخرج من الامتحان يا مولاي كما خلقتني هو ما فهمش المادة فأنا خرقت عيال قادرة على جمع درجات فاهمين؟ لا مش فاهمين أنا عايز الولاد تفهم فتقرر نيولها الحقيقية إيه؟ فلما يجي في ثالثة سنوية أي أن كان الدرجات اللي هو جايبها هو عارف عاوز يخش إيه مش أنا جيبت 95 يبقى داخل طب جيبت 92 داخل هندسة يا ابني هو أنت مهندس؟ هو أنت دكتور؟ أنت ممكن تكون فيزيائي؟ كيميائي؟ أديب؟ مترجم؟ مين قال أنت مهندس أو دكتور؟ ده اللي قالقني أن أنا هجيب اللي بيعلمني أجمع درجات مش جايب اللي بيعلمني ويفهمني هنا بقى الفكرة هو أصلاً الموضوع ده تعمل لي علشان سيطرة على مثل هذه الأمور يعني هو فعلاً المعلم لما كان بيشتغل منفرد يعني مش تحت إشراف وزارة التربية والتعليم فكان بيعمل ده وزي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل ده كان بيتعارض تماماً مع اللي وزارة التربية والتعليم بتعمله وكان بيمثل بالنسبة لها عقبة كبيرة جداً وسبب في رفض الطلاب وأولياء الأمور لما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تطوير فهنا لما وزارة التربية والتعليم هتشرف على هذا الأمر وهنا احنا بنطلب أن الإشراف يكون إشراف كامل يعني مش إشراف مالي وإداري وإنما إشراف تربية حقيقي يعني نرائب طريقة التدريس اللي بتتم طبعاً هي خلاص هتبقى في المدرسة وتبقى تحت عناية المدرسة فهنا طريقة التدريس متوافقة مع خطة وزارة التربية والتعليم في التطوير المعلم ده هيغير من طريقته دي يعني المعلم اللي كان بيشتغل مع الطالب على أنه هو يحفظ ويسمع ويجمع درجات الزيلة هيضطر أنه هو مدام يشتغل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أنه يغير من طريقته دي وأنه يسير يعني مع السرب أو أنه هو ينفذ الخطة اللي أقرتها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم يبقى هنا إحنا حلنا مشكلة أو أن إحنا برضو تخلصنا من عقبة كبيرة كانت بتعوق عملية تطوير التعليم المدرس هياخد مقابل مادي كويس معقول يعني وهيبقى مقنن وهيبقى الأمر ما فيش فيه يعني تجاوز هيبقى ملتزم بما تقر وزارة التربية والتعليم من طرق تدريس هيدرس المحتوى بالطريقة نفسها اللي بيتدرس بها هذا المحتوى في الفصول العادية ولكن بقى هيحط لمساته الفنية اللي يقدر بها من خلالها أنه هو يعني يمثل عنصر جذبي بالنسبة للطلاب ويفهموا منه وهكذا أصلا ما عنديش منع يعلمني ألم درجات إزاي بس أنا عايز أتعلم بالضبط يعني فاهمني إزاي ألم درجات فاهمني أفك تلاصم كراسة الأسئلة إحنا نتمنى أصلا نقضي على مدار الدرجات ده طيب فأمريكا على سبيل مثال الدروس الخصوصية مقننة يعني ما فيهاش كارسة ليه؟ لأنه الله يت في مدرسة كنت فيه مسلسل كده شي اسمه بوستن بابليك أنت في مدرسة بوستن بابليك العامة مدرسة على قد الحال أو يعني مش مهم فلان الفلاني درجاته مش كويسة المدرسة نفسها اللي بتقوله أنت درجاتك مش كويسة أنت محتاج تاخد درس ده المدرسة الرسمي فيقول لهم على ما يبدو آه أو ممكن يقول لهم لا يقول لأ أو أنت محتاج تاخد درس وإنت محتاج تاخد درس في الجبر فأنت فيه عندك التلات مدرسين دول هم دول المعتمدين وهم دول اللي مسمح لهم يروحوا يدوا الدروس داخل المنازل لأنه دول اللي مسمح لهم يتعاملوا مع الطلاب داخل منازلهم أو الطلابات داخل منازلهم إلى آخره طيب والمدرس فعلا بيدي الدرس جوه المنزل بس هو لا يحصل الأجر المدرسة هي من تقوم بتحصيل الأجر من الطالب قبل أدق من وليه أمره لأنه هنا أصبح درس زيادة مدرس هناك مجانا وتدي المدرس نصيبه ويتم الاحتفاظ بالباقي بيذهب إلى دائرة التعليم المسؤولة عن هذه المدرسة سؤالي وحنا ما بتعملش كده ليه ونخلص ما هو ده بقى اللي هيحصل دلوقتي ده بقى اللي وزارة التربية التالية احنا بننادي من فترة طويلة على فكرة بموضوع تقنين الدروس الخصوصية ده تفاديا لعيوبها الكثيرة ومشاكلها الكثيرة وعايزين نقول إن هي الدروس الخصوصية شر ولكن هو شر لابد منه بس المدرس ما بيقررش أنا بدي الحصة ب900 جنيه مش حاجة اسمها كده ما هو ده برضو مدرسة هي اللي بتقول بناء على التوجيه بتاع الإدارة التعليمية ما هو احنا بقى دلوقتي بنعمل كده أو وزارة التربية والتعليم دلوقتي بتعمل كده هي اللي هتحدد تمن الحصة وطبعا إحنا نتمنى بقى هما لسه لحد الآن ما فيش قرار رسمي بتحديد الأسعار يعني نتمنى إن تكون الأسعار عادلة يعني مش مخفضة ما نقولش مخفضة بقى عشان ما تبقاش يعني ايه ما نظلمش برضو المعلم تكون عادلة يعني في متناول ولي الأمر ولا ترهيقه ماديا وتكون برضو مجزية بالنسبة للمعلم اللي هيبزو المجهود إضافي مع الطلاب وزارة التربية والتعليم هتعمل اللي حضرك قلت علي ده بالزبط هتاخد جزء من الأموال دي للمعلم وهيتقضها زي ما وزارة التربية والتعليم أعلنت هيتقضها بشكل فوري زي ما بيحصل في الدروس الخصوصية بالزبط والجزء الآخر اللي تطور العمليات التعليمية إلى آخره يعني الفكرة هنا إن فيه فعلا تخفيف على أولياء الأمور وفيه إشراف تربوي حقيقي بأولياء الأمر مطمئن وإبنه موجود فيه هذه المجموعات إنه هو بيتلقى التعليم بشكل سليم وبيتلقى فعلا معلومات تفيده وليس فقط يعني استراتيجيات حل يعني الرفض المجتمعي لعملية تطوير التعليم هاي قل ثقافتنا نفسها نحو الدروس الخصوصية يعني هتختلف لكن برضو خلينا نكون واضحين لن تختفي الدروس الخصوصية على الإطلاق ممكن تقل إلى أقل حد ممكن ولكن الدروس الخصوصية للسبب اللي حضرتك ذكرته في بداية الفقرة إن فيه اختلاف في الكفاءة ولذلك ستظل الدروس الخصوصية موجودة وانا لو خدت المدرسين اللي بدوا دروس خصوصية من نفس ذات المدرسة بتاعتي أنا هخلق تنافسيا ما بين المدرسين في كفاءته وفي نفس الوقت في سنوكه بحيث أن أنا أسمح له يخش بيوت الناس أنا الدولة أنا المسؤول هيئة التعليم في أمريكا أو الهيئات التعليمية بتاعة الولايات هي اللي بتقرر عن كل مقاطعة كمان هي اللي بتقرر مين يدخل البيت ومين يدخش البيت لأنه برضو ما هواش ظهر يعني فهنا أصبح في عندي تنافسية في الكفاءة تنافسية في السلوك والاستقامة الأخلاقية وعليه هياخد فلوس هتنزله في آخر الشهر مع مرتاب عادي جدا هنا لازم نبقى كمان منطقيين في التعامل مع الناس أو بالأدقة حاسمية أنت بتدي الدرس و بتفعش عني ضرائب بالضبط عايز الحق عايز تدي الدرس الحميمي بألف جنيه هتدفع الدريبة هنا هي هتحصل بقى دلوقتي بشكل مسبق يعني لكن أنا برضو عايز أشير لنقطة مهمة اللي عملتها وزارة التربية والتعليم من قنوات مدرستنا والمنصات التعليمية دي ممكن تستغلف أن نحن نجيب الناس اللي هي رقم واحد في كل مادة ويدرسوا في هذه القنوات وفي هذه المنصات ويبقى كده يعني وصلنا الناس دي المتبيزة سهلة لمؤمنة لدى الطلاب مؤمنة لدى الطلاب اللي بياخدوا الدروس دلوقتي بياخدوها على زوم ما بيروحوش لمركز ولا بيت زوم قاعد وتعودوا على كده من أيام كورونا بياخدوا الدروس الخصوصية فعلا أونلاين دلوقتي صحيح وفي مجموعات كبيرة زي ما حضرتك أشارت لو بيحضروا في مجموعات كبيرة جدا فإذا ده مش العائق ولا ده العائق يتبقى فقط أن احنا نتقبل التعليم الإلكتروني أو التعليم المدمج اللي بيطبق عندنا في النظام التعليم المصري ونحاول قدر الإمكاني نحن ندعمه ونستفيد منه وعلى الجانب الآخر بنطالب وزارة التربية والتعليم أن انتقاءها للمعلمين اللي بيطلعوا في القنوات دي يشرحوا المقررات يختلف ويكون نابع أو المرجعية بتاعته هي الطلاب مش إحنا اللي نختار من المعلم اللي يطلع في القناة يشرح مادة الفيزياء مثلا وإنما بناء على استطلاعات رأي إلكترونية موجهة للطلاب والطلاب هم اللي يقولوا إحنا عايزين المعلم كذا واللي بيحصل على أعلى تصويت هو ده اللي نجيبه في القناة يشرح للطلاب وكل طلاب مصر من الشمال للجنوب بس في إطار الضوابط بتاعت ضوابطه في كفاءته ومهنيته بالزبط قدراته يعني ويبقى كل طلاب مصر بيستمعوا لهذا المعلم اللي حصل على أعلى نسبة تصويت كده احنا ممكن نقضي على الدرس الخصية فين أيام البرامج التعليمية بتاعت زمان لما كانوا يكتبوا على البتاع الإزاز بالعكس ده كان جوه علي قوي زمان وانا صغير ده نورتنا يا دكتور عاصم كل شكر ليك الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تخيل يا أخي فعلينا احنا صغيرين كان بقى في لوح إزاز زي ده كده وانا كنت أستغرب جدا من قدرات المعلم انه بيكتب بالعكس علشان الكاميرا بتبقى بصة من تحت فطلقت تبقى ساعتك كلمة بالعدل احنا نشوفها بقى وإحنا في البيت أنا مكنتش منطر مشروطر في المدرسة يعني بس كنت أحب أتفرج على البرامج التعليمية قوي مش عارف ليه على كل خلصة الحلقة لحد كده ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي هو في الانتظار يعني يأتي إلينا محلقا ببرنامجه رقم عشرة قضايا الساعة وكل ساعة فيما يتعلق من رياضة كيمو أما احنا لو كلمنا لعمر فبكرا إن شاء الله نقابلكم وبرنامجكم التاسعة سلامات